ترجمة نانسي قنقر المتعليقة بتقنوات المناخية وفي التنقلات الجمائية للتراضي هذه المشاعة المدعاتية التي كانت أعقد تعبيري للمنتجة العالمي حول الهجرة والقنية الذي سينعقيد في أواخر الشهر المقبل بمدينة دولي بألمانيا والذي كما مكلم له رئاسة مشتركة بين المغرب وألمانيا يأتي كذلك أو تأتيها المشاعة في سياح بروس رفضة شيفة الجماعية وأكيد شيفة الجماعية نتمنى أن تكون جماعية في الهتمام بقضايا الهجرة على المستوى الكون نعم كمسؤولي وأكيد كخبار كمنطمة الدولية نحن نتظر أن تسفر من هذه الرقاقات على تفكير جماعي في سياحة ميتار كوني عالمي متفق عليه حول هجرة منطمة مستمرة متفق عليها تنطلق من المرجعيات والقياه الكونية هاد أدف اللي ادكبت حاليا هي اللتي سفرها الاتفاق المشترك أو رئاسة المشتركة ما بين المغرب والمرياض واللي بمناسبة رابنا قوسين بريتن هيدني رئاسة المشتركة اللي كتتواكب وكتشتغل طيلة هاد المدة من أجل أن يكون مؤتحدين وبعده مؤتمر مناقش في تجربة الفين الفلتاش أن يقول نقلة نوعية تساعد المنتظر الدولي على سياحة هذه المرجعية كشف المواطئ تعتمد دوليا إذن المنتظر الدولي في ألمانيا مطالب من أجل بلورت ميتار اجتماعي عالمي حول الإجراء الكونية والله أيضاً ولكن لحسن الحصول على الفيديو التي تحديد هي فكرة ما أمريك ضد الاسترار المثالة في وقناة المؤكين أو المكوشة وإنه وقناة المصنع ويجمع لحسن الفيديوية فرقية حسنых لعالم المحضر أمر المدرسي اللوح충ودة للعالم وقم يقديم بالجارب ولتمعه سيدة المترجم للترجم للقناة لدينا أن تكون فضل البرواني ذكر في التجربة إزامة و التكتب أن يتردي وقام في الرجال ويقام الآن للموجود وقام في المقابل سيوطي وقام في مقارن العمل على المثل لفكومة الدedった في الحياة الرجالية إلى الأمور في 2022 المترجم للقناة 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 ولكن خسر مع عامل الزمن يتحول إلى علاقة طبيعية كذلك من أن ينتقر على مهاجر لغدى أنه قرر يرجع لبلاده ربما لأنه يصبح عنده واحد تكون مهني لكي يسمح له لكي يمكن يعود يرجع لبلاد الأصلي وهو يتوفر فيها على شروط ديال الإقامة وشروط اجتماعية كيفية تقول له أنه يرجع لبلاده بحد أدناء الكرامة ديالي فهنا لا كانت علاقة بين المجتمع المدني عندنا ومجتمع المدني في البلد الأصلي لا يمكن أن نجحوه هنا يأتي مثل هذه اللقاءات الدولية التي تجعل أطراف متعددة لا سيما الخبارات مثلا لزاكسبيرت لا سيما المجتمع المدني المنظمات الدولية التي حضرت التقل في هذا المجال يكون تفاعل ويكون تكامل لكي يعطي غدا واحد الاعتمام أكثر